حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال جلست إلى رات أنا رابعهم بإلياء فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلنا الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميمين قلنا سوك يا رسول الله قال سويا قلت أنت سمعته قال نعم فلما قام قلت من هذا قالوا أبن أبي الجدعاء